سنوات الحرب التي تعصف باليمن وتقاسم مناطق السيطرة والنفوذ بين الأطراف المتنازعة تركت آثاراً سلبية كبيرة على حياة المواطن اليمني الذي بات أقصى طموحاته تأمين سكن له ولعائلته في عدن جنوبي البلاد تضعفت أسعار العقارات أضعافاً مضعفة لا سيما بعد التدهور الكبير الذي شهده سعر صرف الريال اليمنية واعتماد أصحاب العقارات للريال السعودي أو الدولار الأمريكي لعمليات البيع والشراء هناك ارتفاع كبير للأراضي في محافظة عدن تصل إلى نسبة مية بالمية بارتفاع أسعار أراضي وصار الشراء والبيع بالسعودي والدولار وأصبح حلم المواطن داخل عدن أن يشتري أرضية بالريال اليمني لكن للأسف أصبح التعامل بالريال السعودي والدولار مع تضهور